السلام عليكم يا رب تكونوا بخير في الفيديو ده هنشوف ازدى ممكن نعمل علبة العصير الازاز دي على بلندر فيلا بينا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنتز ودلوقتي يلا بينا نبدأ اول حاجة هنعملها ان احنا هنمسك الكيوب بتاعنا ده وي هنشكله على شكل علبة العصير اللي احنا عوزينها فانا هعمل اس اكس عشان هعمل لها سكيل على الاس اكسس وتبقى عاملة حاجة زي كده وي اس واي وي هصغرها شوية على الواي اكسس بالشكل ده ممكن نصغرها تاني على الاس اكسس اس اكس وي هصغرها شوية حاجة زي كده وي جي زاد وي هرفعها فوق الارض ممكن برضو اس واي شوية حاجة زي كده بعد كده هعمل Ctrl-A وهعمل Apply Scale وبعدين هدوس Tab علشان أروح للأدت مود وهتأكد أن أنا وقفة على الـ Edge Select وهعمل Ctrl-R عشان أعمل Loop Cuts وأول هحرك بس الماوس لغاية لما لقيه عملت الخط الأصفر ده وهسكرول أب بالعجلة بتاعة الماوس علشان يعمل لي شوية Loop Cuts حاجة زي كده ودوستين عشان أconfirm وبعدين Ctrl-R تاني وهعمل شوية Loop Cuts من فوق حاجة زي كده وطول الوقت لما تيجي تعمل Loop Cuts أو تقسم أي شكل عندك حاول تتأكد أن تكون مقسمهم تقريباً بشكل متساوي يعني ما تعملش هنا خطوط كتير قوي وهنا خطوط أقل لأن ده ممكن يبوازل ماش معك ونفس الكلام هنا هقوم عامل Ctrl-R وهعمل Loop Cuts حاجة زي كده تكون برضو متوازنة مع بقية الشكل الحاجة اللي بعد كده أن أنا هروح على الـ Face Select وهروح من هنا هختار الـ 4 Faces دول وده المكان اللي أنا عاوزة أن أنا أعمل فيه الشاليمو فهختار الـ 4 Faces دول وهعمل I علشان أعمل Inset وهعمل Inset حاجة زي كده بعد كده وانت عامل Select على الـ 4 Faces دول هتعمل X و Delete Faces بعد كده هنروح على الـ Edge Select وهتدوس Alt وهتفضل Days Alt وبعدين تختار الـ Edge دي كده عشان يختار لك الـ Edge Loop دي وهتعمل Alt Shift S وبكده هتعمل To Sphere فهتحول دي لي دايرة معاك بالشكل ده تمام؟ بعد كده هارجع تاني على الـ Object Mode وهاروح من الموديفايرز وهعمل موديفاير اسمه Solidify Modifier علشان أدي سمك أو تخانة أو تخنة لي العلبة بتاعتي فهعمل حاجة زي كده مثلاً وعلشان دي ما تبقاش متقسمة مضلعة بالشكل ده عاوزي هتبقى مدورة بالزبط فهعمل Control 2 علشان أعمل Subdivision Surface Modifier ودلوقتي ممكن أعمل Click أمين وShade Smooth وبقى عندي الشكل حاجة زي كده بعد كده علشان أصبط الجزء ده أكتر هحتاج أن أنا أعمل Apply للـ Solidify Modifier بس أنا قبل ما أعمله Apply أنا عاوز أتأكد أنه هو مضبوط بالشكل اللي أنا عاوزاه فأنا هروح على الـ Render Preview وخلينا بالمرة بقى نيجي من هنا من الـ Scene وهخلي دي سايكلز علشان أشوف الإزاز كويس وهخلي الـ Viewport Max Samples حاجة زي 300 مثلاً وهنا كمان خليها 300 بالمرة وهنيجي من تحت خالص من Color Management هنعمل Look Medium High Contrast علشان الألوان تكون نطأ معنا وطبعاً ده اختيار يرجع لك أنت ممكن تعملها بالطريقة اللي أنت عاوزها وCPU دي هنخليها GPU Compute لو أنت عندك كرت شاشة علشان الـ Render يكون على كرت الشاشة ويخفف معاك البرنامج على الجهاز شوية تمام بعد كده هروح على المaterial Properties وهبدأ أضبط المaterial بتاعتها فأنا عاوزها أن هي تكون إزاز فهاجي من هنا من Transpelled BSDF دي من السورفس هدوس على دي دوسة كده وهلاقي هنا حاجة اسمها Glass BSDF هختار Glass BSDF كده هي فعلاً اتحولت إزاز معايا علشان بس أشوف كويس هعمل Add Mesh Plane وهعمل Scale وهكبرها حاجة زي كده علشان أقدر أحدد شكل الإزاز عمل إزاي جي زاد وهنزل دي على الأرض حاجة زي كده دلوقتي عامل زي ما يكون إزاز متصنفر كده عندي لو أنت عاوزوا بالشكل ده تمام بس أنا عاوزها أنه هو يكون إزاز ناعم فهاجي من الـ Roughness ويهنزلها حاجة زي كده وبعد كده طبعاً لو إحنا عاوزين نغير الكلام ده ممكن إن إحنا نغيره براحتنا بعد كده هرجع تاني على الموديفايرز ويممكن بقى أتحكم في الثكنس أو في التخن بتاع علبة العصير بتاعتي فممكن أعملها حاجة زي كده وممكن تيجي من هنا تعمل لو أنت عاوز إن هي تكون كلها بنفس السمك بالشكل ده أو ممكن تلغيها لو أنت طبعاً مش عايز كده أعتقد إن هي شكلها بالنسبة لي لطيف وهي مش معمولة فأنا هسيبها زي كده وبعدين دلوقتي ممكن منستهم استغير ده وهعمل Apply للSolidify Modifier ليه هعمل Apply علشان يكون عندي الجوة ده عبارة عن مش فأنا هرجع تاني كده نخليها نرجع هنا وهدوس Tab دلوقتي أنا أقدر إن أنا أزبط الشكل من هنا فهعمل Ctrl-R عشان هعمل Loop Cut كمان وهنزلها لتحت حاجة زي كده وهعمل Ctrl-R وعمل Loop Cut كمان ولما يظهر لي الخط الأصفر ده هرفعوا لفوق حاجة بسيطة زي كده وبكده بقى عندي شكل علبة العصير بتاعتي بالشكل ده ممكن أرجع بقى دلوقتي تاني على الRender Preview علشان أكون شايفة كويس الحاجة اللي بعد كده إن أنا عاوزة أعمل العصير نفسه جوة العلبة دي فهعمل ده إزاي هروح أعمل Add Mesh Cube كمان وهعمل له Scale وهزبطه في المكان اللي أنا عاوزة يكون مكان العصير GZ وبعدين S-Y نندوز 3 من الكيبورد و S-Y هعمل حاجة زي كده S-Z ده صغرها شوية و GZ وهنزلها لتحت بالشكل ده S-Y وهكبرها حاجة بسيطة زي كده و دلوقتي ممكن أعمل Ctrl-A و Apply Scale خلينا نعمل S-X ونصغرها زي كده GX أرجعها الورى نروح واحد من النومباد و GX S-X وبعدين Ctrl-A و Apply Scale دلوقتي بقى عندي الكيوب بتاعي حاجة بالشكل ده خلينا نعمل Ctrl-A و Apply Scale كهني و همسك علبة العصير وهعمل لها Hide من هنا مؤقتاً بس لغاية ما أشوف علشان نشوف كويس إحنا بنعمل إيه فأول حاجة محتاجة أعملها أننا هروح أقف على الكيوب ته وهدوس Tab علشان أروح لي Edit Mode و هعمل Click Mean و Subdivide وبعدين هفتح Subdivide من هنا و هزودها حاجة زي كده مثلاً و هرجع تاني على Object Moon بعد كده هروح أعمل Add Mesh Plane و هعمل GZ للبلين دي و هرفعها لفوق بالشكل ده و هعمل GX عشان أحركها الورى علشان إحنا محتاجين نتأكد أن البلين دي مغطية الجزء اللي فوق ده بالشكل ده بعد كده وأنا مختار البلين دي هروح أعمل Add Modifier و هعمل Ocean Modifier من الأوشن هنا هروح أعلي الResolution حاجة زي مثلاً 16 و نفس الكلام في الرندر هخليها حاجة زي 16 مثلاً و ال Size ممكن أعمل Scale طبعاً و أصغر الكلام ده كله حاجة زي كده وبعدين ال Size ممكن كمان من هنا إن أنا أبدأ أصغره بالشكل ده و ال Special Size نفسه ممكن أغيره علشان أغير الحركة نفسها اللي عندي بتاعة المو بالشكل ده و كل ما هتحكم في ال Size كل ما التفاصيل بتاعة المية هتبان بالشكل ده فممكن أعملها حاجة يعني معقولة حاجة زي كده وبعدين الحاجة الأخيرة اللي أنا هعملها إن أنا هزبط ال Time بتاع الموجة دي فهاجي من واحد هنا وهدوس دوسة هنا علشان أعمل Keyframe وبعدين هاجي مثلاً على 250 Keyframe وهغير ال Time ده زي ما أنا عاوزة ممكن أغير حاجة زي كده لغاية ما أشوف إن هو مناسب بالنسبالي أو ممكن أكتب الرقم اللي أنا عاوزاه فخلينا نكتب 14 مثلاً و ندوس دوسة هنا كمان علشان نعمل Keyframe هنا لو رجعنا ال Time line لأوله و دوسنا Space هنلاقي إن إحنا عندنا الحركة حاجة بالشكل ده طيب أنا دلوقتي ما استفدتش حاجة الحركة دي معمولة على plane مش على الكيوب ده طب إزاي أخلي الحركة دي في الكيوب هروح أقف على الكيوب وهعمل Add modifier وهعمل Shrink wrap modifier بعد كده هختار من هنا من ال Eye dropper دي هختار البلين اللي عندنا فبقى عندي حاجة بالشكل ده وبعدين هروح من هنا هخلي دي ال Wrap method هخليها Project وبدل ما هي On Surface هخيرها هخليها Outside Surface هخلي دي Negative مش Positive حاجة بالشكل ده وهخليها على Z axis بس و دلوقتي لو أنا روحت على البلين دي و خفتها بالشكل ده ورجعت تاني من الأول هلاقي إن هي بقت سايبة تأثرها بالشكل ده بس المشكلة عندنا في إيه؟ إنه الكيوب ده محتاج Subdivision Surface Modifier فهعمل Ctrl 2 وخلينا نرفعها لفوق بالشكل ده وممكن نخليها 3 ونخلي render كمان 3 وكليك يمين وShade Smooth وبكده لو عملنا Play هنلاقي الحركة عندنا بقت حاجة زي كده لو حسيت إن انت عندك أي دفوهات في الشكل ده والشكل لسه مش مظبوط 100% فهتروح تعمل Add Modifier Subdivision Surface Modifier كمان وخليه تحت بالشكل ده ويخليه 2 وكليك يمين وShade Smooth ودلوقتي لو عملت Play هتلاقي إن الشكل مظبوط تماما معاك بالشكل ده Ctrl S عشان تعمل Save ما تنساش بعد كده دلوقتي ممكن نرجع نعمل Unhide للكيوب الأوليني اللي هو كان علبة العصير بتاعتي ودلوقتي لو عملنا Play بقى عندنا حاجة زي كده طبعا أنا مش حبة إن أنا يبقى عندي الـ Edge من تحت تكون Rounded بالشكل ده فأنا هروح أقف على الكيوب ده بالشكل ده هدوس Tab عشان أروح لي الأدت مود وهعمل Ctrl R عشان أعمل Look Cut وهدوس دوسها واحدة بس وهشده لتحت خالص بالشكل ده ويدوسها كمان علشان أConfirm وبكده بقى عندي شكل حاجة زي كده طبعا بعد كده هروح إن أنا أدي له الماتيريال بتاعته فهروح على Material Properties وهعمل New وممكن برضو على فكرة أدي له نفس الماتيريال اللي هي Glass PSDF وأقلل الـ Roughness بتاعته وأخلي للعصير لون حاجة زي كده أو كده يعني على حسب اللون اللي انت حبه ممكن أروح لحاجة زي كده علشان لون الـ Channel نفسها ودلوقتي لو رجعنا كده وعملنا Play بقى عندي حاجة زي كده طبعا لو أنت حابب إن الحركة تكون أسرع من كده فممكن أروح أختار الـ Plane دي وأمسك الكي فريم دي وأسحبها حاجة زي كده فده طبعا هيقلل من الوقت بتاع الحركة فلو دلوقتي عملت Hide كده لـ Keyframe وعملت Play هلاقي إن الحركة بقت أسرع عندي بالشكل ده Ctrl-S عشان أعمل Save وطبعا في حل تاني لو أنت مش عايز إن انت تقلل الزمن إن انت تروح ترجعي الكي فريم دي زي ما هي كده ولكن تروح تتحكم في الـ Time من هنا فبدل ما هو مثلا معمولة 14 أنا ممكن أروح أعملها 18 مثلا ودوس Enter وأجي من هنا أمسح الكي فريم دي ممكن تعمل Clicky Mino Delete Keyframes أو X و Delete Keyframes أو بس تدليت من الكيبورد وترجع من هنا وتعملها مثلا 18 وتعمل كده دوس دوسة هنا عشان تبقى Keyframe متلغي دي ودلوقتي لو رجعنا من الأول وعملنا Play هنلاقي إن الحركة بقت أسرع بالشكل ده والحاجة الأخيرة اللي إحنا هنحتاج نعملها هتكون هي الشاليمو بتاع البطء العصير فعلشان نعمل ده هنيجي كده هدوس 3 من الكيبورد وممكن نخفي الحاجات دي علشان ما تكونش مدايقانة ونشوف كويس بعد كده هعمل Add Mesh Cylinder وهعمل له Scale على حسب ما أنا عاوزة إنه الشاليمو يكون وبعدين هدوس Tab من Edit Mode وقلت وهختار الـ Edge Loop دي وهعمل E وهشد على LZ Access وبعدين هدوس زرار الماوس الشمال علشان أكونفرم وبعدين هعمل Ctrl-R وهسكرول أب بعجلة الماوس كتير لحد ما أعمل حاجة زي كده ودبل كيك علشان أكونفرم بعد كده هختار H واحدة بالشكل ده والشفت واخت وهسيب الـ Edge اللي بعدها واختار الـ Edge اللي بعدهم يعني هختار Edge A و Edge لا أه وبعدين هدوس Ctrl-Shift و Plus من النمباد علشان يكرر نفس الاختيار اللي أنا عاملاه حاجة زي كده خليني أختار دول أفضل تمام بعد كده هروح أختار Select وهعمل Select Loops و Edge Loops عشان يبقى عندي حاجة بالشكل ده بعد كده لازم تتأكد أن تروح من هنا وتتأكد أن دي على Individual Origins علشان هي الـ Default بتاعها بيكون Medium Point بالشكل ده فلو عملت Scale هتلاقي أنه هو بيبوز معاك بالشكل ده لكي مين علشان أكانسل ودلوقتي لما نروح نغيرها Individual Origins وعمل Scale هتلاقي بيعمل Scale مظبوط معاك حاجة زي كده فهشدها حاجة بالشكل ده وبعدين هروح من هنا هتأكد أن أنا مش أغلق التوجل X-Ray وخليني نروح كده على الـ Preview ده وهعمل Select على كل ده بالشكل ده وهتأكد أن أنا مختارة كل الفيسيز دي وهحط الماوس كيرستر هنا على الزيت أكسس بالشكل ده وهعمل Shift W وهبدأ أصحب لي اليمين بالشكل ده لحد ما أعمل حاجة بالشكل ده ودلوقتي ممكن أرجع على الـ Edge Select وقلت وأختار الـ Edge Loop دي و-E-Y عشان نعمل Extrude على الـ Y-Axis واشبد حاجة زي كده وهنا كمان ممكن قلت وأسلكت الـ Edge Loop دي و-E وهو الواحد وهيعملي لك على الـ Z-Axis واشبد شوية بالشكل ده ممكن قلت وأختار الـ Edge Loop دي و-GY وأصحبها بس كده شوية وبقى عندي شكل شلي مو مظبوط حاجة زي كده هرجع تاني على الـ Object Mode وممكن أرجع على الـ Render Preview فهعمل S وعمل له Scale خالص حاجة بيه الشكل ده على حسب ما أنا عاوزة يكون و-E هعمل Rx وأصبطه حاجة زي كده مثلاً وبعدين GZ وأرفعه لفوق وأنا بعد كده أنا عاوزة يكون بصص الناحية التانية بعد كده هعمل RZ 180 ولفه الناحية التانية حاجة زي كده وممكن دلوقتي أعمل Rx وأميله حاجة زي كده GY وأصبطه مكانه GX وأخليه هنا ممكن أعمله كله Scale أكتر حاجة بالشكل ده خلينا نعمل Object و Set Origin to Geometry Ctrl A وأبلاي Scale وجي X وجي Y وي أصبطه مكانه حاجة بالشكل ده وعلى حسب الـ Style اللي أنت عاوز تعمله لو أنت عاوز تعمله Style حاجة زي كده خليه لو أنت عاوز تصغره شوية تمام ممكن GZ وأنزله لتحت شوية بالشكل ده يعني على حسب أنت بقى حبب إن الشكل يكون عامل إزاي وممكن أدوس Tab و Alt وأختار الأجلوب اللي تحت دي وأعمل EZZ علشان أعمل لها Extrude على Z Access بتاع الشليمو نفسه حاجة زي كده خلينا ندوس 3 من الكيبورد عشان أشوف أنا بعمل إيه بالضبط لما بتدوس Z مرتين بتبقى بتتعامل مع Z Access بتاع الشكل نفسه مش بتاع الـ World فهعمل حاجة زي كده ويأنا نزله لتحت كأنه لامس الأرض بتاعة علبة العصير بالشكل ده بـ Ctrl-S علشان نعمل Save ويبقى عندي حاجة بالشكل ده ودلوقتي ممكن أعمل Click أمين و Shade Smooth وبعدين Click أمين و Shade Auto Smooth علشان يبقى عندي حاجة بالشكل ده بعد كده ممكن تروح تـ Select الشليمو بتاعك وتاب عشان تروح للـ Edit Mode وهتروح على الـ Face Select هتختار الـ Face D و X و Delete Faces علشان يكون مفتوح كده زي الشليمو الحقيقي ونفس الكلام ممكن نعمله من هنا خلينا نفتح الـ Toggle X-Ray وأختار الـ Face اللي في الآخر دي وأعمل X و Delete Faces وبعدين دلوقتي لو لغينا الـ Toggle X-Ray وهارجع على الـ Object Mode وهعمل Add Modifier و Solidify Modifier لو انت حابب علشان تديله سمك شوية وهنيجي من هنا خلينا نروح على الـ Solid Preview علشان نشوف كويس وممكن تعمل طبعا Even Thickness وتزود السمك بتاعه سواء لجوة أو لبرة فتعمله حاجة زي كده مثلا ومش شرط بتعمله حقيقي لأن الـ Design كله مش حاجة حقيقية أو واقعية فلو حابب تعمل حاجة زي كده هيكون شكلها لطيف ولو حبيت ان انت طبعا تفتح الـ Even Thickness هيخلي كل حاجة بنفس السمك أو ممكن تصغر الشليمو ده حاجة زي كده مثلا فيبقى عندك حاجة بالشكل ده وطبعا زي ما دايما بقول ان التصبيطات النهائية دي بتاعتك فلو حبيت كمان ان انت تروح على علبة العصير دي ودوز تاب وخلينا نروح كده هنا وتروح على الـ Edge Select و Alt وتختار الـ Edge دي وخلينا نفتح الـ Wireframe ونختار Shift و Alt واختار الـ Edge Loops دي كلها تمام وخلينا دلوقتي ألغي الـ Wireframe ارجع على الـ Solid Mode عشان أشوف انا بعمل ايه ممكن تعمل Scale وتديق الجزء ده بحيث ان هو يكون حوالين بس الجزء بتاع الشليمو حاجة زي كده خلينا نرجع لي الـ Preview الأساسي بتاعنا فهتلاقي الدنيا مظبوطة عندك ما عملناش اي حاجة ما غيرناش اي حاجة في الشكل الا ان احنا صغرنا الجزء ده وهارجع للـ Object Mode بقى عندي حاجة بالشكل ده Ctrl S عشان اعمل C وطبعا بعد كده هنروح ندي الماتيريال اللي احنا عاوزينها بنفس الطريقة لي الشليمو ده فممكن نعمل حاجة زي كده ونزود الترانزميشن بتاعه شوية ونقل للرفنس شوية علشان يكون برضو بيلمع زي البلاستيك حاجة زي كده واخر حاجة هتبقى عندنا ان احنا نزبط الاضاءات والشكل العام بتاع الثيم بتاعنا فبستكده على الفيديو بتاع النهاردة طبعا بفكرك في اخر الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولوليكو اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوهانا في الكومنتز وتشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي